بهذا الفيديو هانشرح البيتة التامنى للـ IOS-11 بعد ما نزلت للمطورين ونقلكون شوف جديد الحديث فيه و شو اللي جديد فيه السلام عليكم ورحمة الله اتعالى وبركاته معكم عبد الرحمن متل ما انا وقل الفيديو هنشرح البيتة التامنى للـ IOS-11 بعد ما نزلت للمطورين. شوف في شي جديد فيها أو إذا فيها شي جديد او البيتة السابعة علي الخط collectively ما كان فيها شي كتير جديد هنشرح بهالوقت بس قبل ما نبدأ لا تنسى تفعل زر الجرس وتشترك بالقناة لحتى يوصلوك كل شي فيديو هاتي بسرعة عن القناة نجي هلا مننتقل شوفي شي جديد فيها مثل الايو اس اذا عش ما في شي فيها جديد لانه مثل من شايفين حجمها تقريبا 55.4 او في بعض الاجهزة بتوصل للستين ميجا يعني حجمها كتير قليل يعني لحتى يضيفولك شي فيها شي جديد بهالستين ميجا ومثل ما كلكم بتعرفوا او يلي ما بيعرف تقريبا تأكد الموعد الجاي اللي هو تبع اصدار الايو اس اذا عش بشكل رسمي انه تأكد ب12 شهر يعني تقريبا باقي شي اسبوعين او اسبوعين شوي فتقريبا ممكن تكون هي اخر بيتا وممكن يكون يعني تنزل بيتا جديدة فشي اللي جديد تقريبا فيها اللي لاحظته يعني تقريبا لما بتفوت بتتصل باي سماعات خارجية بتطلع لك هون هي الميزة يعني هي قديمة تقريبا بس يعني تقريبا هي هي اللي جديد يعني بتضغط هون هيك بيطلع لك شوية سماعات فهي يعني تقريبا هون بيطلع لك شكل هاي ما شرحت انا من قبل بيطلع لك كون هالشكل فهي تقريبا الاضافة في كزا شغلة يعني انه بتحس تقريبا انا بالنسبة الي حسيت الجهاز يعني متل مو شايفين سريع كتير ما شاء الله تقريبا يعني من شان العين فسريع كتير وما حسيت الهلا في ولا تعليقة فتقريبا يعني هي النسخة ثابتة كتير لحتى ازا بدك تحملها يحملها هاي شرحت لها تقريبا للي ما حمل وحابب يعني يعرف ازا بده يحمل اس اداعش ازا بدك حابب يعني تحمله حمله بس هو يعني بنصحك باقي 12 يوم او 14 يوم للاصدار الرسمي ازا ما فيك تصبر حملها عندلكون كل ما عليك تساوي انه تطلع لك الرابط تحت بالوصف كل ما عليك انه تفتحه وفورا هيطلع لك دغري هوني متل مو شايفين اول ما بتفتحه هتطلع لك هاي الصفحة بتجي بتستنى شوي بتتحمل بتحط له السماح هوني او دغري هاي حولك لهاي الصفحة يعني حتى ازا انت ما وصلك التحديث كل ما عليك تساوي هاي الخطوة وبتحط هون تثبيت وبعدين موافق وبتحط كلمة السير تبعك وبقال لك بدك اعادة تشغيل بتحط اعادة تشغيل للجهاز وكله بيمشي تمام وبس يشتغل هتروح حال التحديثات بتلاقي التحديث وصلاك 100 فهيك بيكون تقريبا هذا كل شعر التحديث الجديد منجي مننتقل هلا مثل العادة لخلفية اليوم الخلفية تبع اليوم كتير رائعة خلفية كتير رائعة متل مشايفين تقريبا هي هي هنحط لكم الرابط التحت كمان بالوصف دقة كاملة لحتى ازا بدك تحملها شوفها تطلع عليها وازا بدك تحملها حملها فبهيك بيكون تقريبا خلص الشي الجديد او تقريبا في ميزة كتير نسيت يعني ضيفة خلال تقريبا يعني فيديوهاتي انه لما بتضغط خمس مرات على زر هون التشغيل تستنى شو بتكبسوا هيك وتجي بتضغط خمس مرات تطلع لك هون انه بدك مثل تتصل بالطوارئ ولا هيك شغلات هدول الثلاثة فانت لما بتحط الغاء خلص هون معتصار فيك تحط كلمة السر او دخل البصمة لازم تحط كلمة السر فهي تقريبا مثل اضافة حماية لحتى مثلا اذا انت اضطريت بموقف انه كبسته خمس مرات مثلا حدا عمي دايقك ولا هكذا تجي بتضغطه خمس مرات وخلص اذا بتسلمه الموبايل معتصار فيه يحط لك بصمتك ولا هيك الا لازم لحتى يحط كلمة السر وشغلة اضافية حابب نوه عليها قبل ما انتهي من الفيديو اللي هي مساحة النظام او المساحة الكلية للنظام من اول ما نزلت البيتا الى هلأ بنجه الى بنرجع بنفوت لهون على مساحة تخزين الجهاز بتفوت لهون وبتنزل لتحت على الاخير بتقوم بتلاقي مساحة الجهاز تبعا النظام قديش الكلية تبعا فتقريبا انا جهازي متل المشايفين 6S تقريبا حجمه 4.68 فهي تقريبا هاي المساحة انا قبل يعني تقريبا مبارح شفتها كانت تقريبا 3 جيجا فتقريبا اللي بيحس انه بيفوت لهون وبشوف النظام بلاقية 8 ولا بتلاقية 9 جيجا فهي تقريبا كلها بظن انا انه هي اخطاء بالحسابات تبع النظام يعني هذا الرقم مهو الرقم الدقيق فتقريبا لا تشغل بالك بحجم النظام كلي فلانه تقريبا من لما نزلت البيتا الى هلأ ما بيجي حجم كل البيتات اللي حملناهن ما بيوصلوا لل 4.6 جيجا فلهيك يعني ما بظن هون الرقم صحيح لهيك لا تشغل بالك ابدا وقبل ما انهي الفيديو لا تنسى تشترك على صفحة تويتر او الفيسبوك لحتى انشان اي شي اذا بدي اعمل تويت او نزل بوث يعني شغلات ما بتحتاج ان اعمل الفيديو لحتى تغريب اعملها انا هنيك وبتنشان تتواصل معي او توصلك الفكرة بشكل اسرع او اذا بدك تتواصل معي هنيك خلال التواصل يعني فيك ترسل لي صور فيك ترسل لي فيديوهات بتواصل معك بشكل برياحة اكتر اذا بدك المهم يعني يشترك فيهم لهالصفحات تعطلكم الروابط تحت بالوصف فبهيك بيكون خلص تقريبا الفيديو لا تنسى قبل ما نسكر الفيديو تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصلوك كل شي فيديوهات عن القناة بسرعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته